تسأل عن الوقاية من السحر و ذكرت بأن شاكة و الناء و ناس يأخذون شيء من ثيابة أو شيء من هذا القبيل سعاد الله يرضى عليك و بارك فيك أولاً السحر ذكره الله عز وجل في القرآن و ذكره النبي عليه الصلاة و السلام في السنة و لذلك قال الله جل وعلا و اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفر يُعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملكين بباب لهاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر و يقول الله جل وعلا و لا يفلح الساحر حيث أتى و يقول جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين و يقول جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى و غير ذلك و النبي عليه الصلاة و السلام قال اجتنبوا السبع المبقات الاشراك بالله ثم قال والسحر والسحر و بيّن عليه الصلاة و السلام بأن المصدق للساحر فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسحر على أنواع سحر حقيقي و سحر تخييل سحر حقيقي و سحر تخييل و أما السحر الحقيقي فمنهما هو شرك بالله رب العالمين حينما يتقرب الساحر إلى الجن و الشياطين بالذبح أو الاستغاثة أو الاستعانة و منهما هو كبير من كبائر الذنوب إذا كان من جملة التدخينات و العقاقير و شيء من هذا القبيل و ذكروا من جملة ذلك ما يسمى بخفة اليد و هذه الألعاب التي فيها خفة قالوا هذا من جملة السحر الذي يمثل كبير من كبائر الذنوب بالنسبة للمسلم مطالب بأن يحصن نفسه دائما من الشرور عموما من الشرور عموما و لذلك في أذكار الصباح و المساء أخت الفاضلة ما فيه بإذن الله تعويذة و حماية و صيانة و شيء من هذا القبيل مما هو من هذه الشرور لأن الله عز وجل شرع لنا جملة من الأمور التي يعتصم بها الإنسان من هذه الشرور من السحر و من العين و من كيد الشيطان و من كيد شياطين الإنس أيضا لأن في الإنس شياطين قال جل و علا و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة قد يكون هناك مادة الشر عند بعض الإنس أقوى من مادة الشر عنده شيطان الجن و لذلك الإنسان يتعوذ بالله تعالى اعتصمي بأذكار الصباح اقرأيها و احفظيها أذكار المساء بالنسبة لك إذا كنت مجرد شك اطرح الشك هذا و إلهي عنه و لا تلتفتي له أما إذا كان حقيقة فرق بينك و بين زوجك حصل فرق لا لسبب ما في سبب مادي و إنما من وراء الأسباب الطبيعية هذه فهذا قد يكون سحر أو عين هناك مثلا أشياء في مرض فحصت عند الأطبة قالوا بأنه ما في شيء كل التحاليل كل الأشعال الأشياء اللي يصنعها الأطبة ما أثبتت شيء ممكن و أنت تعانين و عندك شيء من هذا القبيل لأن بعض الناس الآن يشك بأنه مسحور و هو غير مسحور السحر يقتل السحر يقتل السحر يمرض جعل الإنسان في الفراش السحر و العياذ بالله يجعل الإنسان يكرأ أحب الناس إليه كما قال جل و علي و فرقون بين المرء و زوجه و ما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله و لذلك اخت الفاضلة إذا كنت تعانين اعتصمي بالأذكار بالأوراد آيات القرآنية سورة الفاتحة آية الكرسي القواقل الثلاث كذلك بقية التعويذات ممكن تأتي بما فيه سدر تقرأين فيه أيضا و تغتسلين منه في اليوم أكثر من مرة و بإذن الله تشفينا اشتركوا في القناة